اشتركوا في القناة 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 يقول لك صحيح شيئي وكيف تكون عن السنسير في صحيح ادخل أنت سنسير على المعارضة على المعارضة على المعارضة وعليضة وليس تتحطي على المعارضة على المعارضة إنه سنسير ذلك كل ما ينتهي في رجالة يفيد كل ما ينتهي في يفيد يحاولت كم يفيد لن يفيد إما نوار رحمه الله نحن لنا أية نذكر منها ثلاث أية نحاولو تدورو سهاليا تجالا في أدهاننا نفهوم هذه الأسيقامة لأننا يكون لهم الأثر في حياتنا هذا هو المقصود لأنه العمل ينبغي أن ينتقل الإنسان في مراحل علاقته بهذا الدين من العلم بالشيء إلى العمل به إلى تبليغه إذن حينما يعلم أن الشيء أحرام أن الشيء أحلال أن الشيء أواجب أن الشيء كذا ليربغي أن يقف عند هذا المستوى فعلمه ينبغي أن يكون له الأثر في عمله في حياته ما علمت بأن الكذب حرام إلا لتتجنب الكذب أما ولو علمت أن الكذب حرام وتكذب فعلمك لا يفيدك في شيء بل سيكون وبالا عليك فتحاسب عليه ومن بين الأمور التي يحاسب علي الإنسان وقياما هي علمه أنت تعلم بأن الكذب حرام إيج وكتب عليك أنك كذبت مرارا إذن هذا العلم لم ينتق بك إلى مستوى أسد وإذا علمت وعملت فلا ينبغي أن يكون عندك الخلاص الفردي فقط فأنت عنصر في أمة تريد لها الصلاح ولو كان الأنبياء علموا ونزل عليهم الوحي وعلمهم الله سبحانه وتعالى بأن الأمر حلال والأمر حرام والشيء أحسن والشيء فيه حسنت وكذا وتركه عندهم لما تعلم أحد من عباد الله ولكن بلغوا وهذه مهمة كل من علم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بلغوا عني ولو آية آية أنت تعرفها بلغها ولكن بعد هذا الأمر أن تعلمها وتعمل بها لأنه لا يمكن كذلك أن يتقبل منك العلم إن لم تكن نموذجاً وقدوةً في هذا العلم لا يمكن أن تقول للناس يا أيها الناس إن الدينة قد حرم الكذب وتكذب على الناس تتناقض مع حياتك لذلك كان الأنبياء كلهم قدوة لأممهم وسيدنا محمد صوصان كانت قدوة لجميع لقد كانكم في رسول الله أسوة في المد أسوة حسنة إنه قال يأمر بشيء ويفعله ويأتي وكان ينهى عن الشيء ويتجنبوه وكان ذلك القدوة كلما تحدث جميع شؤون الحياة أباً كان أو زوجاً أو جاراً أو أميلاً أو صاحباً أو أميلاً Alors il y a trois étapes parce que chaque fois quand on apprend une chose c'est bien déjà d'ailleurs comme on a pris cette décision إن شاء الله pour étudier ce livre important on a déjà parlé de cela pour trois choses la première pour savoir pour connaître et il ne faut pas qu'on reste dans ce niveau-là parce que ce niveau-là il est dangereux il est dangereux de ne pas connaître et il est aussi dangereux de connaître parce que quand tu connais tu dois passer à l'action le moment où toi tu sais tu connais tu as conscience que Allah la religion musulman interdit telle chose et j'ai donné un simple exemple le mensonge Allah interdit de mentir et toi tu mens alors ça ne te sert à rien ce savoir ils sont interrogés de cela parmi les choses dont on sera interrogé les gens traînissent c'est ton savoir qu'est-ce que tu l'as fait voilà un niveau qui est important ça ne veut dire quoi il faut passer à l'action à la pratique après la connaissance et puis le deuxième niveau c'est après la connaissance et la pratique c'est de transmettre à autrui parce que nous on est parmi une communauté où la personne ne regarde pas que son intérêt personnel elle regarde l'intérêt comment de toute la communauté tu sais que c'est pas bien de mentir tu transmis à autrui tu commences avec les proches et autrui jamais acceptera de ta part cette science tant que tu n'as pas donné un exemple alors ça reste toujours ces trois choses on ne peut pas les séparer connaître pratiquer ce qu'on connait et transmettre ce qu'on connait alors le fait de transmettre ce qu'on connait sans le pratiquer ça ne donne pas de fouille le fait de ne pas pratiquer ce qu'on connait ça ne donne pas de fouille non plus le fait de rester ignorant sans connaître c'est encore pire alors il faut toujours que l'autre humain et surtout le croyant se développe dans sa vie et surtout ça c'est un cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala c'est ça le but c'est un cheminement le croyant à tout à tout à tout وفي نسبة الوجوه فكل أمر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية جاء في كل شيء جاء بصيغة الأمر وليست هناك قرينة تصرفه عن الأمر فهو واجب هو تعريف الواجب الواجب هو كل شيء جاء بصيغة الأمر فعلوا كذا وليست هناك قرينة تدل على أنه غير واجب لأن هناك أوامر كثيرة في القرآن ولكنها مستحبة مندوبة لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على أنه غير واجب أو معلق بشرطه لا يتحقق وجوب الشيء إلا بتحقق شرطه ولله على الناس حج البيت من يسطع عليه سبيل الله ولله على الناس هذا فرض على الناس أن يحج البيت ولكن لمن تحقق هذا هذا الشرط ولكن لما جاء وأقيموا الصلاة ليست هناك قرينة وآتوا الزجد ليست هناك قرينة واجب أن تتنفرد فيك هذه الشرط إذاً هناك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لذا جاء الأمر من عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وإنما تبعين تبعين سيطر الزجاجة وسيطر الزجاجة يطرق في الحر للحيان للمسيطر الزجاجة إطرق البسيطر الزجاجة إтоه الله عمر في الآن القدر الحسنوى محمق القدر نحن يهت بصير Gil~! يهت بصير بالنسبة لك يو أن يُنع минف sixth إلىماSen أن هناك لدينا الناس المطاريين والمورال كل شيء لن يفعله هذا يعني أنه لدينا الممكن لن يفعله لن يفعله لن يفعله لن يجبه إذن تكون لدينا الإستقامة لا توجد حق لا توجد الخيار عندما يعترف بالله ربا والإسلام الدين والسيدنا محمد رسول الله سلام والرسولة لا توجد الخيار أنت اعتنقت هذا الدين ليس لك الخيار في الإستقامة لا بد أن تستقيم لأنك أنت اخترت هذا الدين وأصلا بما تكون مسلم بعد الأحيان نضر حسوبان ما معنى أنني مسلم؟ حينما تسأل واحد الكريتيان ما معنى أنك نصرني؟ قال لك لأنني ذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد ولأنه عندنا الحفلة الفلانية نفعل فيها ونأكل كذا ولا نأكل كذا ونفعل كذا وفي اليوم الفلاني لا نفعل كذا وهكذا حينما تقول الإنسان ما معنى أنك طبيب طبيب لأنني درست الطب وعندي كذا وستطيع داوي الناس بمجرد أن أرى يعني 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 عينك فيها لون كذا أو يعني صدرك أو كذا أقول لك مباشرة أعرف أن الدواء الفلاني هو الذي يقول لك هذا معنى أنك طبيب ما معنى أنك مسلم؟ هو أنك تلتزم بالدين يعني تستقيم في مبادئ الدين وهذه هي التي يغفل عنها المسلمون هو مسلم؟ وهذه أنا أحكي لكم عفوا أحكي لكم واحد النكتة في هذه القضية لأنها مسلم أقول لك واحد عنده صاحبه في العمل واحد يسمى محمد لا 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 مش محمد الراسل هذا واحد هذا محمد يخدم في العمل مع صاحبه هاي؟ هو ما يخدم مع عشر سنين مع عشرين سنة ما أدري ارتبط بصحضة في العمل وكذا وبعدين هذا تأثر بمحمد هذا استفان أو استفان دافيد يذهبوا معهم إلى البيت كشاي وكذا وشوفوا الرمضان وتأثر بالدين زائل أنه عنده أخته محمد هذا عنده أخته ودافيد هذا يحب أن يتزوج بأختي محمد وكذا قالوا له ليس مشكلة أنت صاحب محمد وتعرفه ليس مشكلة أنت عامل وكذا تزوجه ولكن يجب أن يتطلبه أن تسلم أن تكون مسلم قالوا ليس مشكلة لأن يكون مسلم ليس مشكلة ليس نقول الإسلام قالوا تشهد الله لأ الحمد لله وعلى الحمد لله قالوا ليس مشكلة ولكن يجب أن يدخله لأن الإسلام ولما جاء الإمام قالوا تعريف أن المرأة المسلمة لا يجنزها لتتزوج بغير المسلم ونبدي أن تكون مسلم قالوا ليس مشكلة عشر الأسنين وانا ندخلت محمد ليس مشكلة قالوا أصلاح قالوا ليس نفسك قالوا لا ليس مشكلة أصلاح ثم تصلي وتزكي والحج وكذا والخمر حرام والتدخين إذا كنت تدخين حول والربع حرام وكل خنزير حرام قالوا والله يا إمام أنا حبيت نكون مسلم بحال محمد لا أشيد أقول إسلامتك أنت إسلام بحال محمد محمد راكا لا أشربوا الخمر معنا مدماشته يصلي نظر منعف المهمة منعفش كي يقول لما كي يكل الحج محمد ومشالي أنا أقول إدخل لكم من الإسلام بحال محمد أنا أدخل إسلام ما قلتوا شاينة هدك الشيكة قلت أنت ما نشوف محمد هد محمد كدير هد محمد مسكين فتنا المسلمين فتنا غير المسلمين فأنا فلكم بالمسلمين سوف أنت ترجمة ناقدي يشير موسيلم اليوم With the right one الهل يكون فرحة فرحة شمع مانتها فرحة احساونا احساونا س окنا والذي هو وافر احساونا اختم ok احساونا جيد احساونا 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 إلا إلا إلجابة السعب والحادس فالمريب عندما يطلب التنسة يعقشول في شيء انعبت عن يوجيه نجمع 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 لا يوجد لا يوجد ليس في شيء ومطعب بعد رؤية لا يوجد عندما يتدع أنه يديك هو يبيل ويوجد يمع إلا يزال يدعون ويقول وضع وليت وليت يتبع ي tense وليت وقد أفلا طالب الت يوجد صلى الله عليه الصحة تعالى ما أيضا سورينا يجب أن يكون مسلمان لأنه يكون자 سورينا تهب فيه قضاء أين سورينا سورينا هذا ما سورينا كيف يلقيت وحصولم وحصول أنه هذا مناam مناam سنة أنه أعيد أنه يوجد ورحليل سنة يوجد أنه يوجد يعمد وفيها شيء دعونا يوجد يوجد وقي سنة هم وفيدي تحول الجمع وي دعوه في الموزيز وبقبوا يعزر فقط بعض التصوير مع مرحباتك وضع بعض أشياء مثلك ومع الكثير نعطني للعب وي نتعب على المحاولات محمد لديه محمد لديه محمر مع محمد ولكن مع محمراتك فمحمراتك فقد تدوري محمرو الان قال إذا كان يهمت محمد وكان يعملون جوهلي ليس 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 لديهم مع المهتمة للخصصة قال لا يدخل لديهم عليهم ك هل لا يدخل هو السبب له له المهتمة للخصصة يطلقى للخصصة لماذا يمكن أن يكون زالت على الرسولة لقد فعله عليهم الدناة que الغد لا يوجد ولمهر ، يتخل يسأل فهي أيضا اقتنوا أن يعتنوا الوحفة أحمد هي دواجة. لا يجادي اممان الشروع، لا يعتنوا أن يجب عليك فسرًا وأن يغلق بتغييره؟ بعد هو يجنون الانضاء، يجب علي نجيب علي ، يجب عليك القيام، يجب عليهم هذا الجن الالكول عليك كذلك يتبيع الدنيا، يجب عليك يجب عليّ، الكثير من تطحيناه ، فقط عليك لدينا لربما يجب الأمم بالفعل مع الأمام يقول بالنبور انقود مع الإسلام عن محمد لأن محمد يجب المنزل في المصارب محمد لا يغضر محمد لا يفعل كل هذه المنزل انا أريد أن أتكون موسيما كم محمد إذا للمشارك لك يجب جزيب المحامد لا يجب انتقلك تنزل محمد يجب محامد ومحمد فهي مع اليوطاني وهي ليس فرصاني هل يحصل على العسل كتيرو يجب أن يتبعي فيها يجب أن يتبع فيها لكن لا ينبعها هذا يعني ما؟ أنها لا يتبعي لدرسه لكنها تبعي لعبه هل يمكنني أن تتبع في السبب مالذي قائل هم؟ أنت أنت البعض من المسلمون يتبعون بالعبه ليس بس بارك هذا ليس بس الوصول على الوصول الأن، لن تتحدثي ولكن فرصانك هذا هذا هو موضوع ما يشترك يهدد ما يشترك بشأنه محمد يشترك موضوع فرصانك لا يشترك بشأنه يشترك للمحامل لذلك ليس قليلاً أنه لا يشترك بشأن الإسلام هذا هو موضوع لذلك الله سبحانه وتعالى وقال له دونه هذا المحارات لقد قال انتبقى 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 من من المقدان حتى في جنه مع تجانين أقل مع محمد التي تذهب وثمثل وهذا يمكن أن أجل أن ما هو للغاية القناة قال العلماء قال على استقامات وَأَنُعْبَدَ وَلَيُحْسَةَ وَأَنُعْبَدَ وَلَيُحْسَةَ هذا ما هذا ما هذا هل يحدث الناس عند حدود الله سبحانه وتعالى alorsنا دعوتور c'est quoi c'est qu'on adore سنبت جبير et ce qu'on... soit reconnaissant vis-à-vis du سبحانه وتعالى sans lancer grâce il ne faut pas ignorer les grâces ورحمة الله وبركتال يسأتون 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 تنسى لا يتنسى يسأتون الحقيقي المثال العديد من المساعدة في الناس تنسى 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 ويسأتون الإسلام لا يسأتون العقل عندما يحرى إما يحرى محمد لم يحرى أن يحرى لغاية لانا عائده أن الأجول على الي علمي مع الأجول أنه ماذا ليств الجديد لا أجونا المقلابات المتحدة للعيش مقلابات التفاصيل لماذا ورحب المتحدة إذا كان الأجول أجل عرز 2,0 أعلم نعيد يمكنك مرةً لا أجول هذا أجل الغزقة ورحب المتحدة والأجل وان في تتربي روايك وانا تطبيق تطبيق على شرحة وانا تطبيق روبا حتى أن وانا اداعي بحاجة لون دائلي اريد الضحن في السنة عشر أو يساعد في فرنة في الفرن لكن في مددهة إلى ما هو العالمين سنعتبر بلقى في مددهوه لقد انتظروا أنه يوجد محرك وأنه يمكنك أن أعطبوا سيئا بعض الأمام إستقامة إذا نحبب كرام من يمكن ان اتركوا الناس في علاقاته بمبادل إضياني الإستقامة هي أن الناس يقوم بشكل صحيح مع الناس أن تكون صحيحاً أن تكون صحيحاً أو أن تكون صحيحاً لذلك يكون أجر هذه الإستقامة عظيم جداً أجره عظيم جداً وكان الصحابة والله تعرفون كان الصحابة والله المعلم عندهم حس جميل جداً الذي نفقده الآن إلا الله رحمه الله في حديث أبي عمر قيل أبي عمرت السفيان بن عبد الله قال رضي الله عنه وقال قل ج trois رسول الله 아니에요 قل لي في الاسلام أي قولا لا أسأل عنه أحد وغير ذاتي جاءني مريك الله قل لي في الاسلام شيء لا أسأل عنه أحد وغير قل لي في الاسلام شيء يعني يشفير غليل شيء يجمع لي تصور هذا الدين لا يحتاج إلى كثرة كfeeding كل شيء يجمع لها كلمات وجيزة أفهم؟ ما معنى أنني مسلم؟ سأخذني، أفهم شيء في الإسلام وأنتم أشخاص لأول موجودة إنه جاءً عند المعلم المعلم الذي علم هذا وعرف كيف يصدره أن نحن مع كامل أسد أمت أعطى الله سبحانه وتعالى أنت مين ولكن ليس لها محامين ومن يصدر هذا الخير للإسانية فهذا هذا الرجل الله سبحانه وتعالى nous a donné هذا veut dire cette religion cette meilleure religion mais on n'a pas d'avocats qui défoncent cette religion et on n'a pas non plus des commerçants qui vont publier cette religion à autrui qui montrent la bonté de cette religion à autrui montrent quoi du mauvais exemple alors l'occompagnon il est venu pour le prophète il a dit un prophète de l'islam je veux t'interroger sur quelque chose de l'islam donne moi quelque chose de l'islam dont j'interroge personne n'a part toi et puis sur ça il a donné deux mots deux mots voilà la religion il a dit dis je crois en dieu il soit fidèle il doit mourir le roche il doit mourir le roche c'est pas ça c'est pas ça dis lui je dois le dire le roche du roche du roche soit fidèle c'est un petit peu c'est un peu tant que tu attestes que tu es un serviteur à un seigneur tu as un maître tu as un observateur qui t'observe tu as quelqu'un qui va te régler tes comptes un jour ou l'autre alors sois fidèle à ses parents soit fidèle à lui parce qu'un jour ou l'autre tu vas te mettre devant lui et tu vois nous nous rappelons et nous nous rappelons dans le texte vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas tout est-ce que tu es seul est-ce que nous sommes dans le texte nous sommes à l'abandon d'Allah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et dans une fois la histoire les amis ils ont peur il leur dit qu'il ne s'est peur tu ne fais pas ce qui dans l'un c'est quoi la chose لا تتأكد الفيديو في هذا الطريق يأخذ النبي السيدة في الصاني وقالت بخفة على الكلة بعد ذلك فقالت بخفة هذا الكلة هذا يجعلنا فقالت بخفة هذا وحسن الناس فقالت بخفة والسنطير يعني ما حصادت الحصاداتهم من الفجور والكذب والنميمة والغيبة والحقد والكذب والصدام حصادت لك نفسك والعيدي بالله الشر النبي عليه السلام عندما يقول المترجم خصوات هذا العنم لأنه كل ما سيكون هذا العنم يجب أن تجربه يتحركوا في غير شيء تحركوا في مرحبه ونسلطة تحركوا في شخص لأسبب هذا الطرق لأسبب هذا الطرق لأسبب هذا الطرق وهذا فإن الاستقامة سبحانه وتعالى بينا أجرها في القرآن الكريم أجر كن نسان مستقيم إذن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفصيلة إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ استقاموا شو في التلتيب إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ هل يكفي؟ لا ما بيكفيش ثم ثم استقاموا يعني جاء بعد هذه الشهادة وهذا الإقرار جاءت الاستقامة استقاموا عليها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدوا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعونا كل هذا نزلا من غفور مرحب عليهم استقاموا لإمام بن عباز رحمه الله في تفسيري رضي الله عنه ورحمه الله في تفسيري من الكثير عبر رضي الله قال إن الذين قالوا رب الله الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال تتنزل عليهم الملائكة في ثلاث موابع تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار عند مفارقتهم للدنيا واستقبالهم للآخرة فتقول لهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا على ما تركتم في دنياكم ولا تحزنوا على ما سيأتر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم نحن من كانوا outlayعكم في هذه الحياة وسنكون أولياؤكم في الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم وتقول لهمanch International إن كنت منعة نفسك من شهواتها في الدنيا فلها ما تشتهي في الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسك ولكم فيها ما تدعون كل ما دعوتم كل ما طلبتم دعواهم فيها سبحانك الله كل ما طلبتم لكم فيها إن لم يستجب لكم في كل ما طلبتم في الآخرة في الدنيا فإن كل ما طلبتم في الآخرة سيكون المستجب ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم يعني هذا السجوع هذا النزل هذا الكلام نحن نقول منزل المرء مكان الذي ينزل ويردع فيه وكذا هذا النزل الراحة الأبدية من غفور رحيم الذي سيرغفر الدنوب للمم الذين يجتنبون كبائل الإثم والفاوحي إلا اللمم اللمم يعني هذه الأمور بسيطة الذين لا يخلو من وعد من الأخطاء قال الله سبحانه وتعالى بها ويغفر بها ثم يغفر بها ويغفر بها المثال يقولون لذلك فسرية تقنية لفاوحي إلا الله لك على وجه إلا الله سبحانه وتعالى في الأرواح السجوع 30-32 الشباب who said نعم، nuestro سنور وإ ، الله يتبع يفتكون لتاوفريكي أنه ويد يقل الله معنا لا يقل الأشرار سيارة هذا لا يستمر انتعان لطفورة نعم، سيارة 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 أفداية ي LEG سيارة برنا سيارة 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 يقل الأشرار سيارة معنا بالبعث سيارة سيارة ونحن لأسفق ونحن لم يسألهم ونحن لا تخطيح ونحن مستمع ونحن على نفس المستمع لا تخطيح لا يمكنك ان تخطيح ونحن لأسفق ونحن مستمع انظر فإن تسلح الواقع ونحن نحن مستمع نحن 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 تدري نفسك إنهم أمعنهم ستكون أخديم ستكون لك ستكون هكذا 去كم ستكون الذين يكون على الدنيا ستكون لديكم ، خارج ايضا يريد أن نس족 يجب أن ترغب في نريحه ثم لاغورة ثم لاغورة فسيحك أن ترغب في أن يحبك سوف يكون لديك وتجب أن أتمكن وربما يؤدي تعالي ما يحبك تجب أن يكون وهذا تجب أن تجب تجب أن تجب أنت كما تصل في الأنتم لديك من وبين يتحسيه وتشعره ثقاني فين المدلتي وليس السبب من حدث على تجعره وليس السبب من ثقاني وانه لا تتحت حرمًا قبل ما تتعالى تكون شخصيات قلت لك سواء كل ما تتعالى حوالي أجره من مجملك وشرجال حوالي من طوز وضع من طوز دوع وهذا كنت يقول له فيها حوالي نجملك من طوز إليه من طوز في غرف يقول هذا أجل سوالي تسلщit ساعد ساعد ومع بجحال وكان سيدنا عمر رضي الله عنه حينما يقرأ هذه السورة قال إن الذين قاروا ربنا الله ثم استقابوا ولم يروغوا عليها روغان بتعلم محلس محمد لم يروغوا سيدنا عمر قال لم يروغوا عليها روغان بتعلم نحن كان استقبوا لكن القضية فيها واحد جوية نخرج غير واحد جوين ونرجع المهم خلق عددًا نشري واحد مطار احنا ولي بلاجه ديك الساعة تربية وشكونا عالي شكونا يقليك بعدها غالي تبقى في العاية حتى تخلص عديك حتى ترجع عند خرجتي شكونا غالي قليك غالي تبقى حتى ترجع هترقرين إلي دووا بخوتي دي بلادي امتي بير سيكيكي هيتا دي كوتي فاقوب بغوضو بشون هتستطيع فيها سببا لا لا تقوم بغوضو بشون هناك تأتي الكثير من الأمور ما الذي يساعد على هذه الأمور أختم بها حبابك و آية أخرى ذكرتها الله سبحانه وتعالى بسورة الأحقاف لأن نفس السياقين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفون عليهم و لاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى بك أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون كما تقوم بما كانوا يعملون احباب كرام أمور مهمة جدا نحن نعرفنا شوية أهمية الاستقامة إذن كيف نستقيم؟ كيف يستقيم المرأة؟ ليلال هذه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى هناك أمور رحمة بالكرام تعين على الاستقامة أولها الصحبة الصالحة النساء حينما تكون لهم يرفق الله سبحانه وتعالى بصحبة صالحة صحبة يتقاسم معها هذا الخير هذا الدين وهذه النصيحة وهذا الدعاء وهذا التواصي بالحق والصبر كن علي قلبي أن الله قد اختار لك أن تستقيم لا يجب أن لا الحباب الكرام لا يمكن الواحد أن يستقيم بذاته وحده ذلك حتى الإمام الحسن البصري حينما يقف عند التفسير إياك نعبده قال فيها إشارة مهمة على أن الإنسان الله يعلمنا على أنك لم تستطيع أن تقف بباب الرحمن وحدك إياك نعبده حتى لو كنت تصلي وحدك ستقول إياك نعبده لا تقول إياك نعبده نعم حسن البصري إياك نعبده إياك نعبده 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 والعzan ومؤلمنا نعبده 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 لا، سلكي دي جانب إلى السلامة هي الحلقة الدكرة الحلقة الدكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم رياض الجنة فارطعوا قالوا وما رياض الجنة رسولنا قال الحلقة الدكرة النبي يقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يهتون كتابه ويتدارسون فيما بينهم إلى حفة الملكة وغشة المرحلة ونزال تعلم السكينة ذكر الله في من عنده دون يقول شخص احمد فى احبه الأحساس النام حسيدنا محمد مع الشيخ احمد عمي الحج وكما نشاهده فقط اذن بذلك الله سبحانه وتعالى كل المنزل لأن الشيخ احمد الله أعبر الله صوتنا حسنا والمالك فقط اذن بذلك كانت محسن في صفحه بس LIKE في صفرات تماما في templates يوسط ومن سنقاء ومن سنقاء امدرى فيديوه البعوة أدفع الله لرموى مزاركت والددي يتدع كما سنقاء يقول وتعالى لا تشكرون اننا أنهم في كل واحد ونهي لكم ونهي لكم ونهي لكم لا تنسيط أن كل مننا يجب أن يكون يسمونه لكم وفي الى الناس لأنه يكون هناك لتنسى أن يكون ليس هناك ليس هناك يقول إذاً , البيان المفترض للتعامل يفوز الأشياء الصاحب والصالح وكل زن لا يريد التفايته فيه إنه محبوب إنه محبوب يجب أن تجد الأمر الثاني هو العلم الذي يساعد على الاستقام العلي الإنسان إذن يتلون الكتاب النحي ويتدارسونه بينهم وهو الذي يجدهد فيه إن شاء الله لها سيناً , بحالة كما تعلمك الأمر الثاني هو واللهالذائب الذي يقوله ويقول الله تعالى الدائم أن يذكر الإنسان والله بذكر الإمام ابن عباس رضي الله وعليه فذلك عبد الله بن عباس قال إن الله سبحانه وتعالى حد لكل عبادة فرضها حداً معيناً وزمناً معيناً ووقتاً معيناً إلا بكثرة لم يحد له لا زمناً ولا عدد ولا مكان فقال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً كثيراً لا يمكنك فقط الصباحة أو العشي أو العمل أو الطريق أو الخروج أو الدخول ذكراً كثيرة عباس يقول الله سبحانه وتعالى عندما يسقط السرورة خارق المدرين كذلك شير أحمد لا يمكنك تفتحين او flourish لا تفتحين لا يمكنك التفتحين او مجد بعد ذلك قال Quite هل فلست كل هذه؟ الصغران لكن في حالتك صغران عاظ يام لا يمض جد لا يمكنك ان اشترك ولكن يعني الله تعالى أطبعه وَعَسَنَا سُعَانَهُ اعَنَهُ أَتُّرَيْهُ أَنتِسَـى أَنتِهِ أَنتِكَ أَنتِسَى وَعَسَى عَتَحَنَا أَنِسَهُ كما قالت عائشة رضي الله إنه ينفوك ديو في كل شيء ومن ينفوك ديو في كل شيء هذا ينفوك ديو في كل شيء في كل شيء لن يجب أن نرى أنه يدمر على دواء الشماء لأنك تسألت حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْا أَنْ تَبَتْنَاكَ لَا قَدْ كِتَّ تَطَرْكَنُوا إِذِي وَلَوْا أَنْ تَبَتْنَاكَ هذا يطلب من أن يساعدك هذا يقول أن يساعدك لا يساعدك لذلك الذي يُعينك على التبات والذكر الله لذلك يقول أن تكون مع الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملئين ذكرته في ملئين خيرينه تقرب إليه شبلاً تقرب إليه دراعاً تقرب إليه دراعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرونةً الله تعالى تعالى تعاملوا على بجنس العمل الله تعالى يقول ابداً ولكن بالإلاصات من هذا المهم أ وهذا يني diferenيتse تقيقية من أن كانت hardest في نفسه عالضات عالضات من أنforward من هام أَن مَتْ تَأَوْقُونَ الله يحسках على أن وجودك إذلك هذا الذي رحلنا الذي ي꾸سنا نحن لكي نستقيم على طريق الله بالتوكل في الصدق وفي advogat ينقذه ذكر الله لكي يكون الذين آمند و تطمئن قلوبه بذكر الله التأكيد ب suo ٍ، بشهوات بذكر الله ألا بذكر الله يتمنى القلوب سؤال ألا بذكر الله يتمنى القلوب يجرب ستجد أن القلوب يتمنى القلوب alors les cœurs se tranquillisent trouvent la tranquillité, la sérénité les cœurs du croyant trouvent la tranquillité avec l'évocation de Dieu n'est-ce pas avec l'évocation de Dieu les cœurs se tranquillis مرة مرة دكور الله سبحانه وتعالى قبل أنتنم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شراء الإسلام كثيرة عليه فدم لني على شيء تشبت به قالوا شراء الإسلام كثيرة الصلاة والسيان والحاج والزكاة وقرد القرآن ولكن قلوا أريد شيء تشبت به يعني إيش يريد شيء يكون دائما يجعله في حال الطعف مش بيمة من الم anyه الصلاة ولكن انتكون دائما في حالة صلاة لايمكن انت لو أنت في حالة صيام لايمكن انت utiliser دائما في حالة الحج ولكن في حالة في حالة في الحالة العبادة عابده الله دائماً مقهي للعبادة قال له ما يزال لسانك رطباً بذكر الله تحبّتكم دائماً في العبادة؟ رطب اللسان دينك بذكر الله ها؟ 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 بدأت تشوف اللي هنا و هنا وتسب وتقلقصوني هز الشراجة وتمشي قلما تتمشي والناس وتقول الله ها تشوف السكينة غالي تنزل عليك نحن الله من أن يكون البوشون؟ يا ربي السلامة ما زال هنا في الحرنسان أسمى البلد الله المستعد وشكين البوشون؟ أذكر له همور أنا رش حال ما عمرك ذكرت الله بعدها لا أجب لك في البوشون وشكينة لا أتخرج من أن يكون ساكي كيلو متر دي بوشون تباً بسوكتي تباً بسوكتي تباً بسوكتي يذكر اذكر الله سبحانه وتعالى لذلك أشوف حباب الكرام هذا الذكر الله سبحانه وتعالى لماذا يجازبه؟ لماذا يجازبه؟ لا يتصوّر والله إلا واحد مننا واحد مننا قيل له قيل له بأن رئيس البلاد قد دكار اسمه في جلسته واحد مننا إلا نفسنا إلا نفسنا إلا نفسنا أثنثرت إلا نفسنا إلا نفسنا إلا نفسنا إلا نفسنا في الغابة لا يضطل الكلمه. فل الله تعطيك إذا قرر تلك. فحمسا رحلas عينينا في حالة اليوم! فحل يا فحمسا رحلت. فحر حمسا رحلت. فحمسي اخبرونه وفل له. فعلمين يسمعونه هفتحينيه ملايك. أي سبيلاغ تريد něكمل الذي يجب إن لم يجبكي فلوضر بنية ليس مع أحيان ومن خامات يسرح نصيح خدا وبدعون لبنة العذن ثم فلم العهدو معة كلام ترجمة نانسي قنقر وقال نحن نبقى ومن الأنسي قنا نبقى نبقى في نوبراسكة حتى نبقى هذا هو هو يلت وما في نوبراسكة وقال مع أخبر ينبقى 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 وما ينبقى ولكن ينبقى هذا هو كيف؟ كما؟ محمد إنه محمد نحن كاللوزين صاحب دبي الله المستعد بيتزوجه هو غير هكذا كل ما يمنى عجبات البنته بيتزوجه صاحبه ما بغادت لديك شي كامله الله المستعد لأنه لا ينبغي أن نكون مثل هؤلاء الناس فباكو سواءكم في سجرنا والعيادة لله العكس أن نعطي الصورة المشرخة لهذا الدين الجميل أسعيوا العلي القديم أني في قانيوية ويأكم هناك أخي المرسل من الرشادي وسهل ونشعلنا من المستقيمين وأن يرزقنا صحبة صالحة تحيننا على الاستقامة على دينه ونجعلنا لألسنة ذاكرة لله سبحانه وتعالى وقلوبا مطمئنة وخاشعة لله سبحانه وتعالى ونوفقنا لما تحب طر الله وأدم علينا هذه النعمة ييدا الجليل الكرام ونحوذ بك أن تزيلها نعمة الاجتماع على طاعتك وفي بيتك ومع أحبابك ييدا الجليل الكرام إنك لعمل مناول أعمال مصير أبدو الثر ورحمة تجاوز عمات وعنفات الرجل الكرام واسد الله محسن الله وقالا سيديه نعمة الاجتماعي وعنفات الرجل الكرام